اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وكانت لرحلة الإسراء والمعراج دروس وعبر لابد أن نعيها ففي هذه الرحلة ظهر المؤمن الحق الذي ثبت على دينه ولما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم من صبيحة ليلة الإسراء جاءه جبريل عند الزوال فبين له كيفية الصلاة وأوقاتها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين فصلى بيا الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر الشراك وصلى بيا العصر حين كان ظله مثله وصلى بيا يعني المغرب حين أفطر الصائم وصلى بيا العشاء حين غاب الشفق وصلى بيا الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم فلما كان الغد صلى بيا الظهر حين كان ظله مثله وصلى بيا العصر حين كان ظله مثله وصلى بيا المغرب حين أفطر الصائم وصلى بيا العشاء إلى ثلث الليل وصلى بيا الفجر فأسفر ثم التفت إلي فقال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت ما بين هذين الوقتين فقال أبو بكر يا نبي الله أحدث هؤلاء القوم أنك جئت بيت المقدس هذه الليلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال يا نبي الله فصفه لي فإني قد جئته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع لي حتى نظرت إليه ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر فقال صدقت أشهد أنك رسول الله فقال له الرسول وأنت يا أبا بكر الصديق فيومئذ سماه الصديق ما سمعته شيء لا يصدق عن أي شيء تتحدث يا رجل؟ عن زعم النبي محمد بأنه ذهب الليلة الماضية إلى بيت المقدس وعاد إلى مكة في الليلة نفسها أه؟ ذهب إلى بيت المقدس وعاد في الليلة نفسها؟ أه؟ 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 ومن قال هذا؟ هو نفسه الذي أخبرنا بذلك اليوم إن العير لتطرد شهراً من مكة إلى الشام مضبرة وشهراً مقبلة أفيذهب محمد إلى مكة ويرجع في ليلة واحدة؟ كيف ذلك؟ يبدو أننا أخطأنا في اتباعه وتصديقه فيما زعم من أنه رسول الله إلينا آه وما الذي تراه؟ أرى أن نعود لما كنا عليه فآلهتنا تنتظرون هل تعني أن نرتد عن دين محمد؟ وكثيرون غيرنا سيفعلون بعد أن يتبين لهم كذب محمد وخداعه لنا لا يا سالم ما قاله رسول الله هو الحق وهو ما حدث أم غاب عنك أنه الصادق الأمين؟ هل يعقل أن يقوم بهذه الرحلة الطويلة ذهاباً وإياباً في ليلة واحدة؟ ألم يقل إنهم تطى ظهر البراق وإن جبريل عليه السلام كان بصحبته وهل غاب عنك ما قاله أبو بكر عندما حدثتموه بما سمعتم عن إسراء النبي قال أبو بكر والله لئن قال لقد صدق إذن ما قاله رسول الله حق يا سالم ولكن كثيراً من المسلمين ارتدوا عن إسلامهم لم يكن إسلامهم عن يقين فالمسلم الصادق لا يحيد ولا يتبدل ولا تهتز قناعته صدقتي يا سالمة أنت زوجة صالحة ومثلك تستحق كل خير أبو بكر إيمان راسخ كالجبال يقين لا يتزعزع رضي الله عنه أسمعت ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم اليوم لقد قال إنه ذهب إلى بيت المقدس ووصف الأنبياء الذين رآهم اليوم نعم سمعت لقد وصف الخليل إبراهيم وقال عنه لقد رأيت كهلاً لم أرى رجلاً أشبه قط بصاحبكم ولا صاحبكم أشبه به منه يا حبيبي يا رسول الله ووصف الحبيب صلى الله عليه وسلم موسى عليه السلام فقال إنه رجل أدم طويل ضرب جعد أقنى كأنه من رجال شنوءة ووصف عيسى بن مريم فقال إنه رجل أحمر بين القصير والطويل كثير خيلان الوجه كأنه خرج من ديماس تخال رأسه يقطر ماءً أشبه رجالكم به عروة بن مسعود الثقافي لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه حين دخل السماوات كان كل نبي يقول له مرحباً بالأخ الصالح وكانوا يسألون جبريل عليه السلام عنه ويقولون من معك فيقول محمد فيقولون أو قد بعث وقال له آدم عليه السلام مرحباً بالابن الصالح وكان كل نبي يسلم عليه ويقر برسالته يا حبيبي يا رسول الله يا حبيبي يا رسول الله فدنا منه حتى كان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى وماذا عن الصلوات الخمسة يا راجح؟ فرض الله عليه خمسين صلاة ثم خففها إلى خمس صلوات وماذا عن عرض اللبن والخمر على النبي؟ اختار النبي اللبن فقال له جبريل عليه السلام هديت إلى الفطرة وماذا عن الأنهار التي رآها النبي؟ رأى أربعة أنهار في الجنة نهران ظاهران هما النيل والفرات وماذا رأى النبي في رحلته؟ رأى مالكاً خازن النار ورأى أكلة أموال اليتامة وأكلة الرباء ورأى أيضاً الزناه وماذا أيضاً يا سالم؟ فرض الله الصلاة على المسلمين في الحضرة المقدسة ولذلك كانت الطهارة من شأنها ومن شرائط أدائها وقد فرضها الله في البداية خمسين صلاة ثم حط منها عشراً بعد عشر إلى خمس صلوات وهي خمس في العمل وخمسون في الثواب الحمد لله الذي أكرمنا بأداء الصلاة واكتساب الأجر والثواب اتفق جماعة من الأنصار على لقاء النبي صلى الله عليه وسلم مستخفين لا يشعر بهم أحد وسيكونون ضمن قافلة الحج التي ستخرج من يثرب إلى مكة في موسم الحج القادم وسأكون أنا من ضمنهم بإذن الله وأين سيكون لقاءكم؟ عند العقبة القريبة من مكة كونوا حذرين وأنتم بين أهل يثرب حتى لا يكتشف أمركم وتتعرضوا للإذاء في موسم الحج في السنة الثانية عشرة من النبوة وعند العقبة بميناء التقوا برسول الله فبايعوه على أن لا يشركوا بالله شيئا ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا أولادهم ولا يأتوا ببغتان يفترونه بين أيديهم وأرجلهم ولا يعصوه في معروف فإن وفوا فلهم الجنة وكانوا اثني عشر رجلا فبايعهم الرسول على بيعة النساء يا مصعب لقد استفاك رسول الله لتعلمنا ديننا فليعني الله على هذا فقد أمرت أن أعلمكم القرآن وتفقهنا في الدين وتقيم بنا الصلاة لن يأمنا رجل منكم معشر الخزرج ولن يأمنا أحد من الأوس أقيم الصلاة سأصلي أنا بكم حتى يصلح الله بينكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين محمد سفه أحلامنا وشتم آباءنا وعاب ديننا وفرق جماعتنا وسب آلهتنا فما لكم منا يا من اتبعتموه سوى التعكيب والتنكيل بكم حتى ترتدوا عما أنتم عليه وتعودوا إلى عبادة آلهتنا العوالي لن نترك دين محمد دين الصادق الأمين بل هو كاذب مدعن يزعم أنه مرسل من عند الله وما هو بخيرنا بل هو خير الخلق وأفضلهم لن تجد مننا سوى التنكيل والتعذيب لن نرحمك يا عدو الآلهة العوالي السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله يا إخواني يقول الله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم هكذا تكون أخوة الإسلام وهذه فعلة ترضي الله ورسوله ما أجمله من دين يؤاخي ويجمع ولا يفرق الحمد لله على نعمة الإسلام ماذا فعلتم يا سلم وأين سيكون لقاءكم عند العقبة القريبة من مكة حيث كان اللقاء الأول وهناك سنبايع محمدا عليه أفضل الصلاة والسلام إذن هي بيعة العقبة الثانية أجل وهذه المرة سيكون العدد أضعاف المرة السابقة كونوا حذرين وأنتم بين أهل يسرب حتى لا يكتشف أمركم وتتعرض للإذاء هذا ما سيكون إن شاء الله وعند عودتنا سأخبرك بما تم discharged اشترك uh اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا اللهم صل على محمد عدد ما خلقت من الجن والإنس والشياطين وما أنت خلقه منهم إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة ولما كانت بيعة العقبة الثانية خرج مصعب بن عمير إلى الحج مع الأنصار وقد تفقه أهل المدينة في الدين وخرج معهم البراء بن معرور سيدهم ترجمة نانسي قنقر اشتاقت نفسي لرؤية رسول الله وأنا أيضا سنواحد رسول الله في العقبة يا سيدنا البراء بن معرور علينا أن نتسلل بسرية مستخفين حتى نلتقي برسول الله well ومعبر أمامهم علقاء آن SCOTT AKA is the religion of Peace and Forgiveness Islam is the religion of Peace and Forgiveness not Killing And violence Islam is the religion of Peace and To месяц Islam is the religion of Peace and Forgiveness لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم أعني اللهم أعني هل سمعت ما حدث من تحالف الخزرج مع محمد؟ لا تنطق هذا الاسم أمامي يا خزام محمد عدوي عدوي لقد انتشر دينه كده يقضي على عبادة الأصنام في جزيرة العرب لن يدخل إلى قبيلتنا ولا بيوتنا مهما كانت ثمن نحن أهل قريش شعراً وبلاغة من يجارينا في شعرنا؟ نحن أهل كنانة أفضل من يقول شعراً هكذا؟ فلنحتكم إذن إلى المارة في شعرنا؟ أوافقك هيا 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 اسمعوا اسمعوا يا سادة اسمعوا اسمعوا سموت إليها بعدما نام أهلها سمو حباب الماء حالاً على حالي فقالت سباك الله إنك فاضحي ألست ترى السمار والناس أحوالي؟ فقلت يمين الله أبرح قاعداً وإن قطعوا رأسي لديك وأوصالي حلفت لها بالله حلف تفاجر لناموا فما من حديث ولا صالي فلما تنازعنا الحديث وأسمحته صرت بغصن ذي شماريخ ميالي الله 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 أحسنت والله هذا هو الشعر اسمعوني إذن ستعلم يا ظلوم إذا التقينا غداً عند الإله من الظلوم؟ أما والله إن الظلم شؤم وما زال الموسيء هو الظلوم إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم ستعلم في الحساب إذا التقينا غداً عند الإله من الملوم؟ الله 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 أحسنت والله هذا هو الشعر وتسلل الأنصار إلى شعاب العقبة مستخفين واجتمعوا في الشعاب في انتظار قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم ثلاثة وسبعون رجلاً وامرأتان هما نسيبة بنت كعب وأسماء بنت عمر أخشى على رسول الله من أهله فلقد آدوه فأكثروا إذاءه وترويعه ها هو رسول الله قادم من هذا الذي معه؟ ووصل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه وعمه العباس وهو يومئذ على دين قومه إلا أنه حب أن يساند ابن أخيه قال العباس يا معشر الأنصار إن محمداً منا حيث علمتم وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه فهو في عز من قومه ومنعة في بلده واستوثق العباس من منعة الأنصار لابن أخيه وتحالفهم معه ثم تحدث رسول الله فتلى القرآن ورغب في الإسلام ثم قال أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم ونساءكم وأبناءكم نعم والذي بعثك بالحق نبيا لنمنعنك مما نمنع منه أنفسنا فبايعنا يا رسول الله فنحن والله أبناء الحروب وأهل السلاح كله وعلى أي شيء بايعهم رسول الله يا مصعب على السمع والطاعة والنفقة في العسر واليسر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصرة النبي إذا قدم إليهم وأن لا تأخذهم في الله لومة لائم فقاموا إليه رجلا رجلا فأخذ النبي عليهم البيعة ولكن حدثت المفاجأة كما سمعنا يا بلال وقد علم أحد الشياطين بما يجري من معاهدة بين النبي وأهل يثرب فنادى في القوم يا أهل كريش هل لكم في محمد والصباة معه؟ قد اجتموا على حربكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا شيطان العقبة أما والله يا عدو الله لأفرغن لك ثم أمرهم أن ينفضوا إلى حالهم هل تجرأ محمد علينا لهذه الدرجة؟ يتعاهد ويتحالف مع أكابر يثرب علينا كادوا أن يرفعوا السيوف والرماح في وجوهنا من أجل محمد هيا بنا إليهم يا أكابر الخزرج بلغنا أنكم تحالفتم مع محمد ضدنا ماذا تقول يا أبا الحكم؟ لم يحدث هذا بل حدثت معاهدة بينكم وبينه وبايعتموه لنريد حربا بيننا وبينكم يا ابن سلول هذا باطل وما كان هذا ليحدث من قومي حتى يؤمرونني نعتذر إليك يا عبدالله بن سلول هيا 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 لنشرب ونمرح هيا ما زال محمد يعتقد أنه سينتصر لا أدري كيف أعتق أبوك أبو لهب جاريته يوم ملد محمد إنما فعلته بمحمد لن ينساه العرف بل لن ينساه محمد ولا أصحابه شكرا ماذا يفعل عطيبة وإلى أين هو ذاهب يا محمد أنا أكفر بالنجم الذي هوى وبالذي دنى فتدلى طرب من النبي صلى الله عليه وسلم وشق قميصه وتفل في وجهه إلا أن البزاق لم يقع عليه فدع عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك اللهم سلط عليه كلبا من كلابك ما هذا إني أخاف دعوة محمد فأحاط به أصحابه ليحرسوه فجاء الأسد وانتزعه من بينهم وذهب به وبعد أن تمت بيعة العقبة الثانية أذن النبي للمسلمين بالهجرة وبعد بيعة هذه العقبة الثانية أذن للرسول بالقتال والانتصار ممن ظلموه وظلموا أصحابه لقد أحل الله للنبي ولأصحابه الدفاع عن أنفسهم ممن اعتدى عليهم ومن القصص النبي لقد اخترى جليه ولنموت إلا في حياتي فإذا ميت فأوقي دنارا وأحرقوني ماذا تقول يا أبي وألقوني في ريح عاصف حدث تتطار ولماذا تأمر بذلك يا أبي لأني عصيتم وما أطعت وما أطعت وما أطعت تتطار وما أطعت وما أطعت وربنا رحمته وأسع كل شيء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وبدأت طلائع الهجرة وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد امر اصحابه ان يخرجوا مهاجرين الى يثرب وقد امرهم النبي بالهجرة سرا حتى لا يتعرضوا لاذى المشركين وخرج الصحابة سرا مخافة قريش الا رجلا قد خرج في وضح النهار لا يخاف قريشا ولا يخاف الا الله انه رجل ليس ككل الرجال رجل لا يهاب الموت اتعلم يا اخي من هو انه الفاروق عمر نعم عمر بن الخطاب خرج مهاجرا امام كل صناديد قريش هيا حارث هيا فلقد هاجر اخونا عياش مع عمر بن الخطاب الى المدينة سيعود عياش رغم انفه رغم انفه اخشى على امي يا عمر بن الخطاب اخشى من وحشية اخوتي ابي الحكم والحارث وكان عياش بن ابي ربيعة مسلما مهاجرا الى المدينة ومع شدة ايذاء قريش للمسلمين خرج ابو بكر مهاجرا من مكة ليسلم من اذى اهلها الى اين انت ذاهب يا ابا بكر ارجع معي فانت من الان في جواري فعاد ابو بكر مع ابن الدغنة الى مكة نحمد الله ان وصلنا الى المدينة سالمين يا عمر يا عياش ان امك قد نظرت ان لا يمس رأسها موشك وان لا تستظل بشمس حتى تراك فرق قلب عياش على ما رفضه عمر من رجوع عياش الى مكة فاعطاه عمر ناقته لسرعتها وقوتها هذا هو هشام ابن العاص امسكوا به فقد خرج مهاجرا اتركوني اتركوني فليس لي فيكم حاجة تعال معنا لتذوق العذاب والتنكيل هيا هيا هذا هو الاسلام يا خالة الاسلام يساوي بين الابيض والاسود نعم بين من ظلم وتجبر ومن ذاق ويلات التفرقة والعبودية لا فضل لعربي على اعجمي ولا لابيض على اسود الا بالتقوى هتريد ان تترك دين الاباء خذ 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 والله متم نوره ولو كره الكافرون خذ اين عياش ابن ابي ربيعة خسبنا الله ونعم الوكيل خسبنا الله وكفى بالله وكيلة لن تنفعك هذه الاساطير صف لي يا ابا الحكم ما حال امي؟ يا عياش ان بعيري قد استغلظت فخذني معك على ناقتك فخذني معك على ناقتك هيا يا ابا الحكم اربطه يا حارس وشد وساقه ما زال الغدر وما زالت الخيانة في دمكم ايها المشركون اتريدون ان تتفضلوا علينا بدين من ابتداعكم ايها السفهاء هيا هيا بسنا عزق؟ يا معشر قريش افعلوا هكذا بسفهائكم مثلما فعلنا بسفيهنا هذا وأقام رسول الله بمكة منتظراً الإذن بالهجرة وكان أبو بكر دائماً يستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم في الهجرة فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم لا تعجل لعل الله يجعل لك صاحباً فيطمع أبو بكر أن يكون هو لا أدري كيف يأتي إلى الناس من يخرجهم من الظلمات إلى النور ثم يعادونه كل هذا العداء يا عياش ولو شاء لهداهم أجمعين إني أتألم أكثر ليس من دمي وجراحي بل من عداء العبد لربه يا هشام لعل الله يحدث بعد ذلك أمره فاصبر واحتسب يا عياش ها همازلتم على عينادكم؟ لن نترك محمداً يهاجر فيصنع وطناً يحاربنا ويغزونا لقد وصلنا للنهاية وللمواجهة مع محمد ورفاقه من الشيخ؟ شيخ من أهل نجد سمع بالذي أعددتم له فحضر معكم ليسمع ما تقولون أحبسوا محمداً في الحديد وأغلقوا عليه الباب ما هذا بحل؟ سنحارب محمداً لآخر يوم في عمرنا يا معشر قريش ما هذا بحل؟ نأخذ من كل قبيلة شاباً فتيياً قوياً ويجتمعون على باب بيته ونعطي كل واحد منهم سيفاً فإذا خرج نزلوا عليه جميعاً بسيوفهم نزلة الرجل الواحد فيتفرق دمه بين القبائل القول ما قال الرجل القول ما قال أبو الحكم أجل أجل القول ما قال أبو الحكم فأتى جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تبت هذه الليلة على فراشك يوم الخلاص من محمد وإلى الأبد ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا ونام علي بن أبي طالب الشجاع مكان النبي صلى الله عليه وسلم وتغطى ببرده وقال له النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم إنه للعجب فبرغم من عداء قريش للنبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا خافوا على شيء وضعوه عند النبي أمانة فكان السبب من ترك علي هو رد الأمانات إلى أصحابها وضعوه عند النبي أمانات إلى أصحابها ولكن يحدثت للمشاكل. والله تساعد من المدينة. المدينة المساعدة تنزل على تقصر المدينة. فتاة محافظ علىه. ولكن الله يساعده. Et c'est là le véritable miracle عدد كمال الله كمالاً يليق بكماله أما عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ففيها من المعجزات ما يجب أن تحبه نفوس المؤمنين إنها آيات من قدرة الله عز وجل فانظر إلى هذا الموقف ونام علي بن أبي طالب الشجاع مكان النبي صلى الله عليه وسلم وتغطى ببرده وقال له النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم إنه للعجب فبرغم من عداء قريش للنبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا خافوا على شيء وضعوه عند النبي أمانة فكان السبب من ترك علي هو رد الأمانات إلى أصحابها عندما يخرج النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الكفارة الفجرة يخترق صفوفهم ويأخذ حفنة من التراب ويذارها فوق رؤوسهم وهو يتلو واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون فلم يبق منهم أحد إلا والتراب فوق رأسه وحينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لعل أن يجعل الله لك صاحبا اشترى أبو بكر راحلتين ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر الليلة حتى لحقا بغار ثور في اتجاه اليمن وكان دليلهم عبد الله بن أريقت ولم يكن قد دخل الإسلام بعد استأجر النبي أبو بكر رجلا يدعى عبد الله بن أريقت الليفي وهو الرجل الخبير بالطرق في الصحراء ولم يكن قد دخل الإسلام بعد وقد سلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الطريق الذي يضاد طريق المدينة حتى لا تعرف قريش طريقة فاتخذ طريقا جنوب مكة والمتجه نحو اليمن وحزن الرسول صلى الله عليه وسلم على فراق مكة وقال والله إنك لأحب البلاد إلي ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت يا أسماء سأخرج إلى جوار الكعبة لأسمع ما يقولون وسأذهب عندما يمسي الليل لأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي توخل حذر يا أخي هل سيتبعك عامر بن فهيرة؟ نعم سيرعى الأغنام في المساء وسيسير باتجاه سيري ليمحو أثار أقدامي أعانكم الله من بالباب؟ إني جدك يا أسماء افتح الباب تفضل يا جدي هل ما سمعته صحيح؟ هل خرج أبو بكر مع محمد مهاجرة؟ نعم يا جدي لقد خرج أبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سمعت أنه لم يترك لكم شيئا لا يا جدي لقد ترك لنا كل هذا إن كان ترك لكم كل ذلك فقد أحسن أسعد أسعد ماذا بك يا خالتي؟ أنت أسعد أنا أسعد اليمنى الذي أقرأ الكف وعلمت أن بهذا المكان من يبحث عني؟ نعم نعم كنت أبحث عن من يقرأ لي الطالع يا أسعد لقد حرمه الله يا أسعد الله؟ من؟ الله الواحد الأحد أيعلم الغيب؟ ويعلم ما تسرون وما تعلنون أأنت من أدباع محمد؟ نعم إذن فحدثني عنه يا ولدي يا عبد الله يا أخي لقد جاءنا اليوم جدي أبو قحافة وماذا قال لك؟ لقد سألني إن كان أبي ترك لنا أموالا وماذا قلت له؟ لقد التقدت له بعد الحجارة من المنزل ووضعتها داخل الكيس الذي يضع به أبي أمواله وهل لاحظ جدك شيئا؟ لا لم يلاحظ شيئا والحمد لله على كل حال الحمد لله على كل شيء ليتني أعرف هذا الذي قتل ابني بدعائه ليتني أغمد سيفي في جسده وأمزقه محمد محمد أين اختفى؟ أين اختفى؟ أين؟ ليس له أثر كأنه الملح في الماء ماذا نفعل؟ فلقد ضربنا عليه ابن أبي طالب وسحبناه إلى الكعبة فلم يتكلم فنذهب إلى دار أبي بكر افتحوا الباب افتحوا الباب وإلا كسرته افتحوا يا آل أبي بكر ماذا تريد؟ أين أبوك؟ لا أدري أين أبي لن نترككم ما حين إما نحن وإما أنتم أيها المسلمون مكافأة ضخمة قدرها مائة ناقة لمن يأتينا بمحمد وأبي بكر حيين أو ميتين مائة ناقة؟ مائة ناقة؟ لأنه لكمل كبير راقب مكة من جميع الجهات رقابة مسلحة من يأتينا بالرجلين؟ تحركونوا لي لا 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 من يأتينا بمحمد وأبي بكر؟ أين الفرسان؟ أين الأسود؟ اذهبوا وأتوا بهما مكة كلها على قلب رجل واحد ضدك محمد وانطلق الفرسان وقصاص الأثر في طلب النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه يبحثون عن أثر للنبي يصعدون الجبال والهضاب ولكن دون جدوى حتى وصلوا إلى الغار انظروا إلى هذا الغار وفي هذا ما رواه أنس عن أبي بكر قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار قال أبو بكر فرفعت رأسي فإذا بأقدام القوم فقلت يا نبي الله لو أن بعضهم تقطأ بصره لرآنا قال أسكت يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما وفي لفظ ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما لا أعتقد أن محمدا هنا ولا أنا فلنبحث عنهما في مكان آخر ماذا لو وجدناهم سويا؟ نقسم المئة ناقة أنا لا أهتم بمحمد ولا قريش ولا أي شيء كل ما يهمنا هو المئة ناقة شكرا تمر لا لي ولا نجد أثر لمحمد يا لها من خيبة كبيرة ماذا نفعل؟ لقد ضاعت هيباتنا في جزيرة العرب هل وجدتم له مكاناً رائحة؟ كفا كفا المصر من خيبة كفا ساعدت هو مكاناً رائحة كفا 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 لأسامر سوف يدخل في المدين لذلك يستطيع أن يستطيع أن يستطيع أن يستطيع الإسلام شكرا اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تهيئني لرؤيته ومشاهدته وتسعدني بمكالمته ومشافهته وعلى آله وصحبه وسلم إن للهجرة معجزات قد حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم هو وأبي بكر إذ هما في الغار والمشركون بالخارج ولم يرواهم وما حدث لسراقة ابن مالك إذ عرضت قريش مئة ناقة لمن يجدهم وما زال البحث عن النبي وصاحبه مستمرا ولكنها العناية الإلهية يا قوم لقد رأيت ثلاثة مروا علي وإني لأراهم محمداً وأصحابه هل صحيح ما تقول؟ نعم لقد رأيت محمداً وأصحابه إذن فلي المئة ناقة فخرج سراقة في أثرهم وشد قوسه ولكن السهم قد خاب فعثر به جواده أكثر من مرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هيا لنلحق بيهما لقد منع مني محمد وإنه لظاهر أنا سورة هقة بن جعشم انظروا إني أكلمكم فوالله لا أريدكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر قل له ما تبتغي منا فقال له أبو بكر تكتب لي كتابا يكون آية بيني وبينك فقال النبي أكتب له يا أبو بكر فأخذ سراقة الكتاب واحتفظ به إلى فتح مكة حتى قابل النبي وأسلم بين يديه صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يوم وفاء وبر أدنه متى تجيء يا رسول الله؟ سنظل بانتظارك يا رسول الله يا من أخرجتنا من الظلمات إلى النور وكان المسلمون يخرجون يوميا في انتظار قدوم النبي صلى الله عليه وسلم وبينما النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر يسيران باتجاه المدينة قابلوا أم معبد وأم معبد اسمها عاتكة بنت خالد امرأة من بنيكا نزل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعبد الله بن أريقت فسألوها لحما وتمرا يشترون منها فلم يجدوا عندها شيئا ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتا بكسر الخيمة لا تدر أي ليس بها لبن فاستأذنها أن يحلبها فمسح ضرعها بيده الشريفة فضرت ضرا غزيرا أستغفر الله اللهم اغفر لي يا جوائرية أين أنت؟ جوائرية أسمعت عن محمد؟ محمد؟ من محمد؟ الراجل الذي يدعي أن الوحي يأتيه من السماء لقد كنت خائفا عليك يا مولاتي لا تخاف إن الله معنا يا عابد اللهم هدي قلب أبيه جوائرية لقد هاجر رسول الله من مكة إلى المدينة الله أكبر الله أكبر متى يا عابد؟ لن يدخل محمد بدين إلى قبيلتنا أبدا أبدا سنذبح أبناءهم ونستحي نساءهم لن نترك دينا ينتشر بيننا كمن تشر بمكة المترجمة بانشفة من شفاء شكرا 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 بحباد البيتس مجدد 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 يستطلع أهتمل مجدد أعنى في المدينة ما هي المدينة في المدينة إلى المدينة مجدد إلى المدينة على المدينة 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 إلي زود. في بناء مسجد قبا صلوات ربي وسلامه عليه وبعد الجمعة دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأخذت ناقة النبي تسير في الوقت الذي يتهافت فيه الأنصار على النبي فيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم خلوا سبيلها فإنها مأمورة حتى وصلت إلى موضع المسجد النبوي اليوم فبركت وبدأت حياة النبي في المدينة ما بين عراقيل وفتن ومعارك فلقد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في التأسيس لمجتمع إسلامي متكامل من أسسه أنه يحترم الآخر ويعطيه حقوقه وبنى المسلمون المسجد النبوي مسكن النبي ولم تبقى دار من الأنصار ولم تبقى دار من الأنصار إلا أسلم أهلها وكتب كتابا بين المهاجرين والأنصار وعاهد اليهود وأقرهم على دينهم وأموالهم وشرت لهم واشترت عليهم نزل النبي صلى الله عليه وسلم على أبي أيوب حتى بنى المسجد وكان النبي صلى الله عليه وسلم يساعدهم في بنائه ليرغب المسلمين في العمل فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عيش إلا عيش الآخرة اللهم ارحم الأنصار والمهاجرة ومن القصص النبوي الشريف ما رواه البخاري في صحيحه عن حذيفة من قصة هذا الرجل اقترب اقترب إنها بضاعة زمينة لا يفوتك شراوها السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أسألك أن تعطيني مبلغا من المال فلقد خسرت كل أموالي في التجارة لا حول ولا قوة إلا بالله انتظر حدد لي موعدا للسداد بعد ثلاثين يوما من الآن وانتهت المهلة وعاد الرجل الفقير دون أن يفي بالدين ماذا بك يا رجل؟ معذرة يا أخي لم أستطع السدادة في الموعد الذي حددته لنقبل فلم تربح تجارتي اذهب يا أخي فإني قد تجرت مع الله وتجاوزت عنك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان تاجر يدين الناس فإذا رأى معسرا قال لفتيانه تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا فتجاوز الله عنه يا عبد الله بن سلام ماذا ستفعل في شأن محمد القرشي؟ أنا كبيركم وحبركم أعلم ما لا تعلمون في شأن الرسل والأنبياء وهل سنترك محمدا ليسيطر على مقاليد المدينة وحكمها؟ ننظر أولا هل هذا الرجل نبي أم لا؟ سألقي عليه أسئلة لا يعلمها إلا نبي فإن أجابها فهو النبي المنتظر وإن لم يجب فسننظر في أمره جدًا أم لا تفعله جدًا ترجمة نانسي قنقر شكرا شكرا تؤكد بها حبي وتحقق بها قربي وتزكي بها لبي وتفرج بها كربي ودخول النبي للمدينة هو دخول الإسلام في مرحلة تأسيس الدولة وبداية الصراع الحقيقي بين الكفر والإيمان جاء عبد الله بن سلام حبر اليهود لي أسئلة لن يجيب عنها إلا نبي المرسل وأخذ عبد الله بن سلام يسأل والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب فآمن من ساعته شكرا والله إن هذا الرجل لنبي مرسل ولكن اليهود قوم بوت إن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم بهتوني عندك ماذا يريد منا محمد؟ نحن معشر يهود يريد أن يكسر شوكتنا يريد أن يذهب هيبتنا ويوقع بيننا الخلاف كما فعل في قومه محمد يريدكم يا معشر يهود محمد يريدنا؟ وماذا يريد منا محمد؟ فلنذهب إليه ولنرى ماذا يريد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي رجل فيكم عبد الله بن سلام أعلمنا وابن أعلمنا وأخيرنا وابن أخيرنا قال صلى الله عليه وسلم أفرأيتم إن أسلم عبد الله؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله هو شرنا وابن شرنا يا معشر اليهود اتقوا الله فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله وأنه جاء بالحق كذبت كذبت وهكذا تآمرت اليهود على الفتك بالدعوة والقضاء على النبي صلى الله عليه وسلم فأصبح النبي محاربا من جهتين كفار قريش واليهود والمشركين في المدينة في الوقت الذي تفرغ فيه النبي لبناء مجتمع جديد ترجمة نانسي قنقر هاجرنا لنبتعد عن المشركين فظهر لنا مشركون أشد غلظة هكذا الصراع الأبدي يا بلال بين الحق والباطل ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم مهتم بتكوين مجتمع جديد بعد أن آخر بين المهاجرين والأنصار ما أجمل الأنصار ما أتيبهم رحم الله الأنصار رحم الله الأنصار وقد آخى النبي بين المهاجرين والأنصار فآخى بين أبي بكر وخارجة بن زهير وبين عمر بن الخطاب وعتبان بن مالك وبين أبي عبيدة بن الجراح وسعد بن معاذ وكذلك آخى صلى الله عليه وسلم بين الزبير بن العوام وسلمة بن سلامة وبين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع وآخى بين عثمان بن عفان وأوس بن ثابت وآخى أيضا بين طلحة بن عبيد الله وكعب بن مالك وكان هذا العمل من أروع ما حدث في تاريخ المسلمين وقد قال صلى الله عليه وسلم تآخوا في الله أخوين أخوين ثم أخذ بيد علي بن أبي طالب وقال هذا أخي وأرسى النبي صلى الله عليه وسلم قواعد وأسس الروابط للمؤمنين فقال صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وقال صلوات الله وسلامه عليه لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه أي أذاه وشعوره وقال صلى الله عليه وسلم المؤمنون كرجل واحد إن اشتكت عينه اشتكى كله وإن اشتكى رأسه اشتكى كله ويقول صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان المرسوس يشد بعضه بعضا وهكذا استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يبني مجتمع المدينة مجتمعا شريفا ورائعا ومثاليا لم ولن يعرف التاريخ مجتمعا بكل هذه القيم والأخلاق محمد يريد أن يتعاهد معنا عهدا يحفظ الحقوق أي حقوق تقصد؟ فليس لهم في يثرب حقوق لقد أتم المسلمون معاهدات بينهم وجاء دورنا أظهروا لهم المودة والمحبة حتى ندبر لهم المكائد والمؤامرات عصبأت يا أسود أكفرت بالعالهة يا أعرج أحد الأحد لن أجعلك تموت فتستريح اتبعت محمجا؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله من أنت أيها الشيخ؟ أنا أسعد للضرير أنار الله قلبي بنور الإسلام الإسلام؟ وما الإسلام؟ دين يساوي بين الناس يعدل ولا يظلم ومن قتل واستباح الأرواح لإن تاب ورجع تاب الله عليه ومن محمد؟ عبد الله ورسوله هو رحمة للعالمين وماذا لو أسلمت؟ ليس لك جزاء إلا الجنة تعال تعال معي أسعد بدأ المسلمون يحضرون للصلوات الخمس في جماعة ويتحينون أوقاتها فيتعجل بعضهم ويتأخر البعض فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين في علامة يعرفون بها حضور الصلاة فأشار بعضهم برفع النار وبعضهم بضرب الناقوس وبينما هم كذلك إذ خرج عليهم عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري رضي الله عنه فقال يا رسول الله لقد رأيت في المنام رجلا عليه ثوبان أخضران يحمل ناقوسا في يدي فقلت له هل تبيعه لي؟ قال وماذا تصنع به؟ قلت ندعو إلى الصلاة فقال أفلا أدلك على خير من ذلك قلت وما هو؟ قال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لرؤيا حق وأمره أن يلقي على بلال الأذان حتى ينادي بها لأنه أندى صوتا منه فأذن بلال وسمع صوته عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجاء يجر رداءه وقال والله لقد رأيت مثله فقال صلى الله عليه وسلم فلله الحمد على ذلك يا قوم يا قوم لقد أسلمت هل جننت يا خزام وهذا أسعد قد أسلمت على يديه جئت به ليعلمكم عمر دينكم لقد أسلم خزام وأسعد كيف أسلم أسعد غير معقول لقد نجى محمد منا وأفلت من قبضتنا لقد فاشى أمره بين القبائل وكاد أن ينتصر علينا لابد أن نهددهم في يثرب لابد أن يعلموا أنهم ما زالوا بقبضتنا وإذن لابد أن يكون لنا رجل في يثرب عبد الله بن أبي بن سلول فلنرسل له كتابا ليعمل معنا ضد محمد اكبر قبضوا المصدر الاستمع، ترك الوصول على الإساقة علم الخوريشت افتعي النسائل عبدالله ابنسلول تستطيع بأختي العبدالله ابنسلول المخارجة ابنسلول لكي تخلصي البروفيسي اللهم صل على محمد عدد من يسبحك ويهللك ويكبرك ويعظمك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم الأمان مع المشركين رغم المعاهدات فلقد نافقوا وغضروا ولو أنك قرأت المعاهدات أكمل لنا يا شيخنا الشليل من أهم بنودها أن لليهود دينهم وللمسلمين دينهم وأن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم وأن بينهم النصر على من حارب أهل الصحيفة وأن بينهم النصيحة والبر دون الإثم والنصر للمظلوم وأن يثرب أي المدينة حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة وكانت هذه المعاهدة هي الميثاق والدستور الذي انتلقت منه الدعوة إلى العالم كلها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أصدقاؤنا في مكة سيحاربون معنا محمدا ورفاقه علينا أن نجتمع لحربه حالا اجمعوا الناس جميعا بسلاحهم وعتادهم هيا ولما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لقيهم فقال لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ ما كانت تكيدكم بأكثر مما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم فلما سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا ماذا أفعل معك يا محمد؟ يبدو أن عداءنا سيطول سيطول يا محمد يبدو أنك عنيد عنيد يا محمد لم يستطع ابن سلول مواجهة محمد امتلع عنها فلقد فراقهم محمد بحديثه وعادوا بخيباتهم خاسرين ولكن دور ابن سلول لم ينتهي بعد إنها البداية البداية أبلاب اللهم إني أسألك النجاة من الطاغين في مكة يا سعد بن معاذ لما تعتمر وبيننا وبينهم عداء وحروب اشتاقت نفسي لبيت الله الحرام صدقت قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا أهلا بك يا سعد أهلا بك يا أمية بن خلف أريد أن أعتمر ستعتمر يا سعد وأنت في حمايتي يا أمية من هذا الذي معك؟ هذا سعد أراك تطوف بمكة آمنا وقد آويتم محمدا ببلدكم وزعمتم أنكم تنصرونه يا أبا الحكم إنه في حمايتي انتظر يا أمية أما والله لو منعتني الحج لمنعتك من المرور على المدينة أتهدد قوافلنا وتجارتنا؟ لنا جولة نقابلكم فنستأصلك أنت ومحمدا ومن معكم؟ أسلمت يا خسام؟ اتبعت محمدا؟ ومن هذا الأعمى الذي تصلي خلفه؟ أسلمت يا أسعد ومن الذي دعاك للإسلام؟ لتقل لي هذا الضرير الذي سمى نفسه باسمي ليشيع فتنة بين الناس؟ بل هو اسمي قبل أن أراك أتجادلني يا أتعس يا أعمى؟ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور أراك وقد تجرأت على أسيادك وكنت سببا في إسلام أهل هذه القرية بل الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء وكان الصحابة من المهاجرين والأنصار يتبادلون الحراسة على رسول الله صلى الله عليه وسلم خوفا عليه من كيد اليهود والمشركين ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم نائما سامع خشخشة فقام وسأل من هذا؟ قال سعد سعد بن أبي وقاس فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء بك؟ قال سعد وقع في نفسي خوف على رسول الله فجئت أحرسه فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام وكان الصحابة لا يدعون سلاحهم كانوا ينامون ويقومون به ويحرسون حدود المدينة قال سعد يا عبد الله بن رواحة يا شاعرنا أتعجب منك أن تحمل السلاح في سبيل الله قلمي وسلاحي يا سعد علينا أن نحمي حدود المدينة فلقد زاد أعداؤنا قريش واليهود والمشركون لقد أرسل النبي سرية سيف البحر وقائدها حمزة بن عبد المطالب قال حمزة سنعترض عيرا لقريش آتية من الشام كما يعترضون طريقنا للعمرة يا قوم علمنا أن محمدا قد بعث لنا حمزة بن عبد المطالب ليعترضنا فهل أنتم جاهزون للحرب؟ نحن جاهزون نحن جاهزون إنها العرب نحن جاهزون نحن جاهزون تجرأتم علينا حمزة إنها العرب قال حمزة استغفروا الله يا جند الله وسبحوا وقاتلوا في سبيله يا أبا الحكم يا حمزة قفوا أيديكم عن القتال وارجعوا فأنا مجدي بن عمر الجهني لا أريد أن أراد ماكم تهدر أمامي فلا يظلم بعضكم بعضا وإني قريب لكما وأحبكم إليكم ومن القصص النبوي الشريف أن رجلا اشترى أرضا من آخر يا مسعود أريد أن أشتري منك هذه الأرض شاهد يا أخي يحيا شاهد أولا ثم نتفق ما هذه؟ إنه ذهب ولكنه ليس من حقي هذا الذهب حق لك يا مسعود ماذا؟ وكيف وجدته؟ وجدته في أرضك بل هي أرضك والذهب من حقك بل هو من حقك إذن فلنحتكم إلى الشيخ جلال أحمد فيكما حب الإيثار وهذا هو المؤمن الحق ألك ولد يا مسعود؟ نعم لماذا يا شيخ جلال؟ ألك ابنة يا يحيا؟ نعم أنكحوا الغلام للفتاة وأنفقوا من المال عليهما حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اللهم صلى على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى سراتك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وتعددت الغزوات والسرايا بين المسلمين والمشاكل ومنها سرية رابغ في شوال في السنة الأولى من الهجرة حيث بعث النبي صلى الله عليه وسلم عبيدة بن الحارث في ستين راكبا من المهاجرين هيا يا زند الله هيا يا زند الله هذا يومكم هيا يا زند الله هيا يا زند الله والكريش والات والعزة علمنا أن محمدا قد بعث بعبيدة بن الحارث ليقاتلنا يا عدبة بن غزوان يشهد الله على إسلامنا وأننا خرجنا مع أبي سفيان لنصل إلى رسول الله احذر يا مغداد أن ترمي بسهم على المسلمين إذن ماذا سنفعل؟ ما أن نرى المسلمين قادمين حتى ننضم إليهم سريعا هيا ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة المترجم للقناة The preparation for the greatest battle of badr began. It was the most and biggest battle ever mentioned in Quran. المترجم للغاية مادر تقليلي جميع المترجم للغاية إلى هذا الحد بلغ محمد صحر القلوب وأخذ العقول وسيطر على النفوس لا أدري إلى متى هذه المهزلة تستمر يا هند لا بد من معرقة فاصلة بيننا وبينه يا أبا سفيان سنفعلها عما قريب وسنسحقهم تحت أرجلنا عياش هل أسينا رسول الله بعدما هاجر ماذا تقول يا هشام رسول الله لا ينسى أصحابه كم اشتاقت نفسي لرؤية حبيبي محمد وعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لي بعياش وهشام قام هذا الصحابي الجليل بالمهمة من أنت؟ الوليد بن الوليد؟ نعم فلقد أمر رسول الله بفك أسركما فرسول الله لا ينسى أصحابه يا حبيبي يا رسول الله هيا بسرعة وانطلق الثلاثة متجهين إلى المدينة وهكذا رسول الله لا ينسى أصحابه أبدا انظر يا طلحة إنه أبو سفيان يمر بالعير يجب أن نخبر النبي قال طلحة لقد أخذوا أموالنا في مكة ويجب أن نستعيدها لابد أن نخبر النبي لأن عيرة قريش راجعت من الشام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نحن أبناء الله وأحباؤه وما جاء به محمد كذب وضلال نعم يا أخي وإن كانوا على حق فلما يصلون على قبلتنا معك حق فنحن شعب الله المختار وبينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقلب وجهه في السماء وذلك في منتصف شعبان وبعد مرور ستة عشر شهرا من استقبال بيت المقدس في الصلاة نزل جبريل بالوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليزف البشرى بالتوجه إلى جهة الكعبة قال تعالى فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وكان ذلك التحول إيذانا بنهاية الشرك وسقوط رايته وأصبحت الكعبة قبلة للمسلمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اموالكم من محمد ياما شرق رايش اموالكم ابي سفيان قد عرض لها محمد الغوث الغوث انقذوا اموالكم من محمد ياما شرق رايش ياما شرق رايش ثار الجميع وأسرعوا للإعداد لحرب المسلمين حتى بلغ عدد الجيش المكي ألفاً وثلاثمائة ومعهم مائة فارس بقيادة أبي جهل هل ستخرج أبا لهب لمحاربة محمد؟ لن أخرج فلقد استأجرت رجلاً يحارب عني ماذا؟ وماذا لو انتصر محمد علينا؟ سيسحقه جيشنا أتى النبي صلى الله عليه وسلم الخبر بخروج قريش لمنع عيرهم فاستشار الناس وهذا مثلنا الأعلى فقد أرسى صلى الله عليه وسلم المعنى الحقيقي للقائد فقام أبو بكر وقال وأحسن وقام عمر وقال وأحسن ثم قام المقداد بن عمر وقال امضي يا رسول الله لما أراك الله فنحن معك والله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون ثم قال صلى الله عليه وسلم أشيروا علي أيها الناس والله ولك أنك تريدنا يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم أجل يا رسول الله قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق فامضي يا رسول الله لما أردت فنحن معك فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخطه لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد فسر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان يوم بدر استنفر أبو جهل للناس وقال أدرك عيركم فكره أمية أن يخرج فآتاه أبو جهل يا أبا صفوان إنك سيد أهل الوادي فلئن تخلفت رآك الناس وتخلفوا معك أما إنك قد غلبتني يا أبا الحكم فوالله لأشتري أن أجود بعير بمكة يا أم صفوان جهزيني يا أبا صفوان أو قد نسيت ما قاله لك سعد بن معاذ من أن محمدا قاتلك لا لم أنسى والله ما كنت أنوي الخروج ولكنني سأخرج وسوف أتوخى الحذر ومن القصص النبوي الشريف هذه القصة كاد العطش أن يقتلني إن هذا الكلب يعاني من العطش إنه يكاد يموت ترى ماذا أستطيع أن أفعل لأسقي هذا الكلب فشكر الله له فغفر له اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما أظلم عليه الليل وأضاء عليه النهار وصل عليه بالغدو والآصال وصل عليه عدد الرمال وصل عليه عدد النساء والرجال تعد غزوة بدر الكبرى أول معركة في الإسلام قامت بين الحق والباطل لذلك سميت يوم الفرقان حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتابع حركة القوافل التجارية لقريش وقد علم بأن هناك قافلة لقريش آتية من الشام محملة بثروات هائلة فحث أصحابه للخروج لأخذها فتكون ضربة قاسمة لقريش فجمع ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا ومعهم فارسان وسبعون بعيرا هل رأيت أثرا لجيش يأتي من يثبب؟ لقد رأيت رجالا يمرون من هذه المنطقة مدججين بالسلاح نوم أتباع محمد استخدم أبو سفيان ذكاءه وحضره لما عرف بوجود جيش للمسلمين ببدر وحول خط سير القافلة فوصل مكة فأراد الأخنص الرجوع لا نرجع حتى نرد بدرا فنقيم بها وننحر ونطعم الطعام ونسقي الخمور ولكني سأرجع يا أبا الحكم يا أخنص أترجع وتتركنا نحارب محمدا وحدنا؟ إنهم متربسون بنا ولقد نجى أبو سفيان بالقافلة بمعجزة لن نرجع حتى لا يكسرنا محمد وتضيع هيبتنا بين العرب أرسل الله مطرا من عنده فنزل بردا وسلاما وتثبيتا على المسلمين ووابلا ورجزا على الكافرين ما هذا المطر العليف الذي يمنعنا من التقدم صوب محمد واستعد الرسول صلى الله عليه وسلم للخروج ومعه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلا واستخلف النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم على المدينة واستولى المسلمون على الماء ليمنعوا قريشا منه فهي الحرب والمكيدة وصنعوا الحياض فملأ المسلمون الماء استعدادا للمعركة وبنى المسلمون عريشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون مقرا للقيادة يدير منه المعركة وحوله مجموعة من شباب الأنصار يحمونه ثم بات النبي من ليله يصلي إلى جذع شجرة بعد أن عبأ جيشه ومشى في موضع المعركة وجعل يشير بيده هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله وهذا مصرع فلان ليطمئن المسلمون ببشائر المصر وكانت هذه ليلة الجمعة السابع عشر من رمضان في السنة الثانية من الهجرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتشجيع أصحابه قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض فقال عمير للأنصاري يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض قال نعم قال عمير بخن بخن وبدأ الرسول التخطيط للمعركة فصف الصفوف وكان أصحاب الرماح في الصفوف الأولى لصد الفرسان وخلفهم النبال لرمي الأعداء إذا اقتربوا منهم وجعل النبي صلى الله عليه وسلم جنود جيش المسلمين يقفون والشمس خلفهم فاستقبل أعداؤه الشمس وأخذ يعدل الصفوف ويقوم بتسويتها لتكون مستقيمة سيكون علي بن أبي طالب قائدا لكتيبة المهاجرين أما الأنصار فقائدهم سعد بن معاد والزبير بن العوام قائد الميمنة والمقداد بن عمر قائد الميسرة والنبي صلى الله عليه وسلم بيده سهم يعدل به الصف فرأى سواد وقد خرج من الصف فوكزه في بطنه وقال له استوي يا سواد فقال سواد أوجعتني يا رسول الله وقد بعثك الله بالحق والعدل فكشف النبي بطنه وقال استقضي يا سواد أي خذ حقك مني فاعتنقه سواد فقبل بطنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حملك على هذا يا سواد فقال له يا رسول الله حضر ما ترى فأردت أن يكون آخر عهدي بك أن يمس جلدي جلدك تقدم عوف بن الحارف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله يا رسول الله ما يضحك الرب من عبده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غمسه يده في العدو حاسر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه عرفت رجالا من بني هاشم وغيرهم أخرجوا كرها لا حاجة لهم بقتلنا فمن لقي أحدا من بني هاشم فلا يقتله ومن لقي أبا البختري بن هشام بن الحارث بن أسد فلا يقتله لأنه أكف القوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وكان أبا البختري لا يؤذي النبي وشارك في نقد صحيفة مقاطعة بني هاشم وبني عبد المطلب ومن لقي العباس بن عبد المطلب فلا يقتله فإنه خرج مستكرها عليك أفضل الصلاة والسلام يا رسول الله وجاءت موقعة بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ أكبادها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله إلا أدخله الله الجنة ليخرج عتيبة بن ربيعة وشيبة والوليد بن عتيبة أخرجوا جميعا إليهم فخرج لهم عبيدة بن الحارث وحمزة وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم من جيش المسلمين فتقاتلوا وبارز حمزة الشيبة وبارز علي الوليد وبارز عبيدة عطبة فقتل حمزة الشيبة وقتل علي الوليد أما عبيدة فقطعت قدمه وكان رجلا كبيرا فجرى حمزة وعلي وقتل عطبة وحمل عبيدة الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا أهل الآلهة قتل الثلاثة فاخذوا بسعركم فانطلق المشركون بجنون نحو جيش المسلمين وضارت المعركة اشتركوا في القناة شكرا وقاتل في هذا اليوم علي بن أبي طالب وحمزة بن عبد المطلب قتالا ضاريا وكان حمزة يعرف في الحرب بريشة نعام على صدره وقاتل يوم بدر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيفين وقد حمي الوطيس يوم بدر هيا يا جمد الله هيا يا جمد الله هذا يومكم هيا يا جمد الله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وقاتل لذلك البيان يشتركوا فيه وقاتل بإجمعه ودعه في دو وقاتل وقاتل بإجمعه بإجمعه من الزمين le مسager de Dieu a triomphé grâce à sa foi et Dieu l'a soutenu avec les anges du paradis شكرا استمرت المعركة الهائلة والملائكة تقاتل والمسلمون يضربون أروع الأمثال في الجهاد في سبيل الله وفي الدفاع عن دينهم ورسولهم حتى انتهت المعركة بفوز ساحق للمسلمين ومصر عقادة الكفر من قريش أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقد ظل يناشد ربه قائلا اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم يقصد المسلمين لن تعبد اللهم إن شئت لن تعبد بعد اليوم أبدا فرد عليه الصديق وقال حسبك يا رسول الله ألححت على ربك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أبشر يا أبا بكر أتاك نصر الله هذا جبريل أخذ بعنان فرسه يقوده على ثناياه النقع والنقع هو الغبار ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم من باب العريش ويقول سيهزم الجمع ويولون الدبر ثم أخذ حفنة صلى الله عليه وسلم من الحصباء فاستقبل بها قريشا وقال شاهت الوجوه شاهت الوجوه ورمى بها في وجوههم فما من المشركين أحد إلا أصاب عينه ومن خريه وفمه من تلك القبضة وأنزل الله قوله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمها صدق الله العظيم أصمدوا فالنصر لنا النصر لنا لا تفروا لا تفروا من أمام جوجوش محمد أصمدوا وقف غلامان صغيران بجوار عبد الرحمن بن عوف فسأله أحدهما يا عم يا عم أرني أبا جهل فقال عبد الرحمن بن عوف فما تصنع به إنه يصب رسول الله فأشار لهما عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه إلى أبي جهل الله أكبر الله أكبر الله أكبر هل أخزك الله يا عدو الله قل يا أبن مسعود لمن الدائرة اليوم لله ورسوله لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رواي على الغنم وبينما كان عبد الرحمن بن عوف يحمل الغنائم إذ قال له أمية أنا خير لك من هذه الأدرع التي معك فقال له نعم فطرح عبد الرحمن الأدرع وقد قال أمية بن خلف وهو أسير لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يا عبد الإله من الرجل منكم المعلم بريشة نعام في صدره فقال ذاك حمزة بن عبد المطلب فقال ذاك الذي فعل بنا الأفعيل فوجده بلال رأس الكفر أمية بن خلف لا نجوت إن نجى وكان أمية هو من يعذب بلالا في مكة قال عبد الرحمن بن عوف أي بلال هذا أسيري لا نجوت إن نجى يا أرصر الله يا أرصر الله رأس الكفر أمية بن خلف رأس الكفر أمية بن خلف قال عبد الرحمن بن عوف أنج بنفسك ولا نجاء بك فوالله ما أغني عنك شيئا قال عبد الرحمن بن عوف يرحم الله بلالا ذهبت أدرعي وفجعني أسيري اللهم صلي على نور الأنوار وسر الأسرار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وعلى آله الأسرار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وأفضاله آمين لم تشبع نفسي من سيرتك يا خير خلق الله ما زال أمامنا جزء آخر يا أخي مرويه عن سيد الخلق حبيبي يا رسول الله أتعلم أن غزوة بدر كانت درسا في كل شيء لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم المدينة اختلف الصحابة رضي الله عنهم في موقف الأسرة فقال أبو بكر نأخذ الفدية فإنهم أبناء العم وقال عمر بن الخطاب نضرب أعناقهم ليعلم الله أننا ليس في قلوبنا هوادة للكافرين وأنزل الله قوله تعالى من رب العالمين هو قوله تعالى فإما منا بعد وإما فداء وهنا الإذن بأخذ الدية ترجمة نانسي قنقر ما ليشعر بألام شديدة يا أم جميل كلنا يتألم يا أبا لهب لا إنها ألام فضيعة في جسدي ما هذا؟ ما هذا؟ إنها لا العدسة يا أبا لهب آه 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 ألام فضيعة آه تعربين مني يا أم جميل إنها القرحة التي يتشاعم منها العرب يا أم جميل يا أم جميل هلك عني سلطانية أين مالي؟ أين جاهي؟ أين أبنائي؟ أين سيفي وملكي؟ آه ماذا يحدث لي الآن؟ زوجي أبو لهب أصابته العدسة زوجي أبو لهب أصابته العدسة أبو لهب مريض أصيب بالعدسة الحمد لله الذي فرض الزكاة لتكون تخفيفا علينا وعلى فقراء المسلمين وفي السنة الثانية من الهجرة فرض الله صيام رمضان وفرض زكاة الفطر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هو هذا العذاب الأليم الذي يحيط بنا الآن أقد ضاقت علينا الأرض بما رحبت مات الولد ومرض الزوج وما عاد علينا من عدائك يا محمد غير المذلة والهوان ماذا تريد مننا يا محمد؟ ماذا تريد مننا؟ ها وهل لهم ها هل حقا سيلتف حول جيدي حبل من نزد حقا يا محمد؟ ترجمة نانسي قنقر المصدر لتريد من منتجازة ومنتجازة بواسرور جهو لن أفضل البيض هل لحقا سيارة أخرج القناة مع منتجازة والمتجازه بعمل بطريقت شكرا شكرا شكرا